في الموضوع الأهم اليوم اللي هو البيان الشبابي القوي خليني أقول يعني مطالبة بتدخل جهات ذات اختصاص خارج الرياضة في موضوع قضية رياضية ونحن نعرف أن هذا الموضوع يعني صعب اليوم أنك قضية واضحة هي قضية رياضية رياضية وفيها اتهامات شبه فساد غسيل أموال كلام كبير الموضوع كان مفاوضات يا جماعة داخل معسكر كنا نتكلم عسي يا رب بنت لي اليوم موضوع غسيل أموال وفساد مثل ما ذكر البيان الشبابي بسم الله والصلاة السلام على رسول الله في عدة أسئلة ممكن أن تسألها المهتم الشبابي أو مشجع الشبابي لإدارة نادي الشباب العويس كان موجه أنت قلت قبل شويلة عويس كان بيني ديكم ليش موقعتهم آمم؟ ليش كان المبلغ مليون وخمسمية ويقاية ما انتهى أنه ما يبغى جدد مع الشباب طلع بيان الشباب بأنه اللعب ليس من ضمن حسابات نادي الشباب ويمكن أي نادي ممكن يفاوضوا طلع بيان زي كي بعد كي طلع بيان أساءل اللاعب وتكلم على اللاعب بعدين أنت تفاوضت مع نادي الأهلي وتكلمت مع نادي الأهلي وخدت فلوس من نادي الأهلي من حرم نادي الشباب من 6 مليون ريال؟ الآن اللاعب رأح نادي الأهلي بمجانة والشباب ملزم بيدفع 4 مليون وإعادة المليونين لا تقول أنه إدارة الشباب ما تدري وشيء زي كماليش رقم الحساب من عطى نادي الأهلي ما بغى تتحول يعني في أشياء كثيرة واضحة يعني في بينات كثيرة تثبت بأنه كان في تفاوض بين الشباب والأهلي ودريعي ذلك القرار اللي طلع بتغريم الشيوس محق لجنة لفضل المنازعات أكد بأنه العقد والاتفاقية اللي مبرمة بين نادي الشباب ونادي الأهلي باطلة بمعاناتها أنه هناك اتفاقية معاناتها هناك مفاوضات رسمية معاناتها أنه فيها إجراءات نظامية قام بها نادي الأهلي صحيح هذا بإثبات رسمي وحجة لنادي الأهلي على نادي الشباب في شكواهم أنه الأهلي ما سلك الطريق الصحيح اثنين بالنسبة لهذا الشيء يا أخي ممنطقي أني أنا أفرض على نائل الاتحاد السعودي لكوتا قدم كيف ممكن يحققه وكيف ممكن هو كيف تعمل لجانه أنا بالنسبة لي أرفع الموضوع له ما عجبني في فضل المنازعات ما عجبك في عندك المركز التحكيم ما عجبك في الفيفا بس أنا ما أفرض على نفس الجهة ما هي الإجراءات التي تتخذها لتحقيق العدالة عندك أنظمة وقوانين موجودة وملزمة موضوع غسلة الأموال كلام كبيرة لا أودك إلى نوطة لهذه المرحلة نادي الشباب أكبر من كذا صراحة نادي الشباب لم نسمعنا النهاية على مرة التاريخ الكلام هذا كان موجود فيه هذا شيء غريب على نادي الشباب صراحة كلام كبير يعني كلام أكبر من وسيل الكرس السعودية بشكل عام يعني أن توصم الكرس السعودية بغسيلة أموال وشيء زي كذا أعتقد حتى لسن الخطأ يجب أن يوقع تحت الطالة المسؤولية لأنك أنت قاعد تتهم كلام مفرور ما يمر مرور الكرس أكيد أنت قاعد تقول أنه غسيلة أموال موجودة في الكرس السعودية أمس طلعنا خبر يقولك الدنبوشي موجود في السعودية الآن طلعنا أصبح أموال في السعودية فهذا كلام اللي أنت قاعد تقولوني يا جماعة ترأس كلام كبير جدا ويسير لنا إحنا ككره السعودية وسمعة الكره السعودية كلام سليم أمس الوحدة علاء يقولك أنه فيه دنبوشي وسحر وشيء زي كذا أنا والله ما سمعت هذا الكلام لا لا هو تغريض أطلع فيها بسميا وطلع بعض اللاعبين في بعض القنوات وقال نعم هناك بعض الأسحار وشيء زي كذا الأشياء هذه بأمانة الاتحاد السعودي لكوتا قدم مطالب مطالب بأنه هذه الأمور لا تمر مرور الكرام هذه الأشياء تسيئة لسبعة الكره السعودية تسيئة لنا كلك بلد هل يعقل أن السعودية فيها غسيلة أموال في الكوتا قدم حقتها هذه علامة استفاهم كبيرة صح نتمنى الإجابة من الاتحاد السعودي لكوتا قدم صحيح يعني لاتب الله تفكونا من ذا الكلام الكبير يعني خلوا قضايانا بيننا لاعب فاوضنا مع المنتخب لاعب أخذ بمتلي لماذا ندخل أنفسنا في متاهات إحنا في غنى عنها والله أبو عبدالله ممكن تفسر لي إيش معنى كل هذه الخطابات القوية اللي إحنا نشوفها يعني من إدارة نادي الشباب ومع احترامي لكل العاملين في نادي الشباب يعني على مستوى الظهور الإعلامي ضعيف جدا يعني إحنا نشوف بيانات بس ما نشوف مثلا مسؤول في نادي الشباب يخرج بأوراق رسمية وبأدلة واضحة وبمستندات واضحة نسمع كلام نشوف بيانات نشوف كده بس ما في شيء واضح أنت معاي في هذا الموضوع إلا لا أتفق معاك تماما وأخشى ما أخشى أن نادي الشباب يدار من الخارج يدار ليس عن طريق عبدالله القريني مع كل الاحترام للرجل عبدالله القريني حينما يظهر لا نجده يتكلم بهذه اللهجة بهذه الاتهامات بهذا التوصيف بينما بالفعل البيانات تحمل كل هذا الأمر الثاني مسارات إدارة الشباب شيء و مخرجات القضايا شيء آخر قد لا يعلم البعض أن محمد العويس كان معروض عليه 25 مليون ريال من النادي الأهلي في العام الماضي الموسم الماضي وتنتهي به الأمور إلى أن يذهب بالمجان ومطالب الشباب بسداد مديونية النادي الأهلي ما يتعلق بهذا البيان من حيث المضمون هو بيان فارغ بيان فاضي حرام فيه الحبر والورق اللي انكتب عليه بيان لا يحمل حتى الجرأة في تسمية الأمور بأسماءها يعني تتكلمني عن غسيل أموال ولا سميت مين هل النادي الأهلي هل يعني شرفيين في النادي الأهلي هل المعنيين بمن تقول بأنهم دفعوا السيارة البنتلي إلى العويس أنت لم تزنم لتكن لديك الجرأة لتتهم النادي الأهلي ولم تكن لديك الجرأة لتسمي محمد العويس نفسه بمعنى أن محمد العويس الذي قال بأن البنتلي هدية من والده لم تسميه لم تسميه لكن أنت حاولت أن تراوغ من كتب البيان حاول أن يراوغ النادي الأهلي وشرفي النادي الأهلي أو المسؤولي في النادي الأهلي بحيث لا يسميه لكن المعني بالدرجة الأولى هو محمد العويس وبالتالي يفترض على النادي الأهلي من جهة باعتبار محمد العويس اليوم لاعب أهلاوي وعلى العويس نفسه أن يبادر أيضا لمقاضات نادي الشباب هذا ليس تحريض وليس تأليب ولكن يجب أن تكون هناك مسؤولية في التعاطي الإداري في التعاطي الإعلامي وأن لا ترمى الأمور على عواهنها بهذه الطريقة صحيح ثم تأتي لتطالب الاتحاد السعودي بأن يتخاطب مع جهات أمنية ومع هيئة الاتصالات لتنبش خلف أناس في أرصدتهم البنكية في حساباتهم في اتصالاتهم وين رائعين أنت تقول أنا قادر روح أنت أجيب يبيني على من الدعاء لا يمكن بإحامها أن أرمي تهمة هكذا بدون استنادات بدون أدلة وأقول للاتحاد السعودي يلا روح أنا عندي اليوم 180 نادي لو كل نادي قدم اتهامات مثل اتهامات اللي قدمها نادي الشباب ويلا أنتوا يجيبوا الدليل بالنيابة عننا نعم لا ما اشتغل الاتحاد السعودي صحيح ما غير يخاطب الجهات الأمنية والجهات المسؤولة والجهات ذات العلاقة لأنه والله حضرتك جاية تتهي وبالتالي احترامي وتقديري من جديد لسه عدل القريني هذه خطابات أو بيانات غير مسؤولة ولا تشبه نادي الشباب نعم وخطيرة وخطيرة جدا وخطيرة جدا مو لنادي الشباب بس خطيرة للرياضة السعودية خطيرة نعم كبير على زمعة الرياضة السعودية اليوم اليوم في وكالات أنباء يطلع لك الفرنسية يطلع لك رويترز يطلع لك وكالة ألمانية يطلع لك شبهة غسيل أموال في الدور السعودي نادي الشباب يتهم اتحاد الكرة بغض الطرف عن غسيل الأموال وخذ من هذه العناوين تنتشر في كل العالم نعم هذه التهمات الخطيرة وبالتالي يجب أن يحاسب نادي الشباب لا لا يشغل من صاغ ومن ذي يفترض أنه رئيس مجلس إدارة نادي الشباب معني بهذا الأمر نعم طيب اليوم جانا حضر في جريدة أنه الشباب مهدد بالهبوط لأنه لم يسدد المبلغ في فا يعني أيهم أو لا رمي التهم جزافا أمحل مشاكل نادي الشباب صحيح نادي الشباب في مشاكل كثيرة نادي الشباب لا عنده مشاكل فنية وإدارية ومالية وحتى عناصرية يعني أنت عندك مشاكل كثيرة يعني أنت في غينة عن هذه الدوامة اللي أخحمت أنت نفسك فيها أنت انفاوضاتك كانت مع الأهل السارية وماشي على آخر حلاوة بالدليل على ذلك أنه أنت طلبت تحويل المبلغ وحولت المبلغ وكل شي صار اللي صار وخلاص يعني واضح الغلط بأمانة والشابين أعلم مننا بهذا الموضوع أن الغلط مع أنهم هم العويس كان معروض عن هذا يعني أنه كان طالب مليون ونص ومع هذا بدأ يزيد المبلغ إليه نوصل خمسة مليون ومع هذا ما تسدد له إلى الآن إليه وقت توقيعه وحتى بعد كده طلع البيانة للشبابية وقال أنه كان يماطر اللي أنا أقصده الشباب محتاجين فعلاً إلى أنهم يقدون مع أنفسهم ويحسبون أنفسهم بالنسبة للتحاد السعودي مطالب من حق من حقنا أحنا كرياضيين أنه هذا المواضيع تقف عند حدها الآن نحن اسمعنا للتهم اللي رميت على الشيخ حمد الفهد وكيف هو استقال أمس وكيف التهم اللي قاعد ترمى الآن وهنا وهناك في الفيفا فأحنا في غنى عن هذا الموضوع قد يؤثر على مشاركتنا في كاس العالم في قادم الأيام أنت قاعد تتكلم كلام تسيء لكروس السعودية فإذا ما عندك بيّنة ودليل أنت تخاف أنه يصاعد ويكون في رقابة في بعض وتدخل في متاهاتك في غير عام لا تتوقع أن الدول الثانية المنافسة لك حتى أتقل مكفوطة ومكفوطة هذه الآن التهم قاعد ترمى في كل مكان وأنت عارف أنه في بحث الآن في كل مكان على الفيفا والفساد وغسيل أموال والمشاكل اللي قاعدة نسمع فيها كل يوم عن الفيفا فأحنا في كروس السعودية ما إحنا ناقصين أنه إحنا تتجمد لعبتنا على التهمة الجبائية خالد سلم الموضوع تسمح لي بس أبو عبد العزيز الموضوع مش رايح لهذا القد يعني أنه الفيفا لأنه أنت كذا وكأنه في إدانة حقيقية سيبحث خلفها الفيفا مش مسموح اسمح لي أبو عبد العزيز مش مسموح الاتهام مش مسموح عندك أدلة تفضل قدم أدلتك وإن شاء الله مش تتم يعني أنت أبو عبد الله تقصد حتى لو ما فيه أضرار هذا موضوع مفروض لا يطرح حتى لو ما فيه أضرار بعيد عن الأضرار مش مسموح الاتهامات من هذا النوع عندك أدلتك ينادي الشباب قدمها على طاولة الاتحال السعودي وأكبر جهة أمنية في البلد ستأخذ حقك ولكن اتهامات من هذا النوع مش مسموح ويجب أن يعاقب من يصدم مثل هذه البيانات الغير مسؤولة نقطة على السطر بعيد عن أبعادها صحيح أبو عبد العزيز تعتقد القضية انتهت يعني العويس للأهلي ثلاثمائة ألف غرامة واللي قاعدين نشوفها الحين هي لعبة بيانات بس بالنسبة للعويس للأهلي هذا موضوع انتهى انتهى خلاص حتى ضمن الأنظمة والقانون والشابين عارفين هذا الشيء وش هدف دارة الشباب هي الآن في شكوى مقدم من نادي الأهلي حسب بعض المطارعاتنا بعض الأخبار وتصريح بعض الأقريبين من الإدارة الهلاوية أنه في شكوى على نادي الشباب بعد تهم اللي تضمنها البيانة اللي قبل هذا في تهم كانت موجودة سابقا والآن نادي الأهلي رافع قضية على نادي الشباب بأنه وضح من القرار للجنة عدم صحة هذه الاتهمات وعدم تقديم نادي الشباب للبينة التي تثبت ما تم اتهام نادي الأهلي فيه وعليه هم يطالبون بمعاقبة نادي الشباب على هذا الموضوع أتوقع أن تكون هذه ردة فعل لهذا الشيء نعم عبارة الشفافية أنا لاحظها بعض الإدارة تستخدمها لما تنزينك تقول من باب الشفافية سنتكلم مع الجمهور طيب من باب الشفافية لماذا أوضحت لماذا أنت موقعت مع العويس لماذا أوضحت أسباب الحقيقية لماذا أوضحت مع العويس أنت لماذا أوضعت معه وبعامل عزيز لا لا هو شوف نايرة نادي الشباب صدرت بيان أو تكلمت عن مسارات التجديد مع العويس وكيف أنهم دعوا ووافق وبعدين تراجع هذه كلها طرحت في بيانات سابقة وإحنا انتقدنا حتى أنهم أبعدوه من تمثيل الفريق قلنا لهم استفيدوا من هذه الفترة أما تبيعونا وإنما لعبوه لا تروح عليكم الأمور بالفعل في نهاية طلع كلامنا صحيح في مسألة مهمة أيضا أنا أتعاطف معها لسالة عبدالقريني ووضع نادي الشباب وأخشى قلت لك أيضا أن لا تكون هذه القرارات مصدرها لسالة عبدالقريني عبدالقريني أنت مش ناقص أنت شيكات دخلتك المحاكم مع أحمد عطيف أنت وصلت إلى أمور مثل هذه الأمور أخطر وأخطر على الأستاذ عبدالقريني أن يتحمل وأن يكون حازم في إدارة ناديه وأن يتعامل بمسؤولية تامة مع إدارة ناديه ولكن إن لم يستطع سواء في الداخل الشبابي أو في مواجهة الطوفان العام في الرياضة صراع الكبار في الرياضة بكل هدوء قدم استقالتك يا سالة عبدالله لا نريد أن تصل أمور معك إلى أمور لا يحمد عقباها أنت وصلت مع لاعبيك إلى هذا المستوى فما بالك حينما تدخل والآن بالفعل النادي الأهلي يحرك قضية لرد اعتباره لن تذهب حتى لو كان هناك أطراف خارجية في نادي الشباب أو لن تتم القضية إلا بمواجهتك أنت وتستحمل المسؤولية وتبعاتك أنت وهذا ما لا نتمنى إذا كانت شباب زي ما قال الأخوة محمد يدار من الخارج فهذه طامة صراحة مش مشكلة لها أنا بعيد عن أنه مثلا يدار من الخارج أو يدار من الداخل أنا قدامي اليوم بيانات خطيرة جدا أنا تعطم الخبر الحدث الموجود اليوم قدامي اللي أنا شفته اليوم صراحة يعني سابغي غير مسبوق حتى في قضايا أكبر من كذا ودائما أنا أقول إحنا لا نتحمس بزيادة ونحاول نصعد ونكسب القضية من خلال البيانات وأمور أخرى خلونا دائما إحنا مباشرين في بعض القضايا نتكلم بالموضوع اللي قدامنا التصعيد هذا ما يفيدك السنة الجاية لما يكون ترتيب فريقك العاشرة أو الحدعاش أو ممكن ينزل دوري درجة الأول الناس ما رح تذكر البيانة تصدرت بحمد العويس رح تذكر وضع فريقك الحالي اللي أنت فيه الموجودة هذا